بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص رمضان مر علينا بنفحاته الطيبة وجاءنا العيد كمان ومع كل عيد بتتجدد قلوبنا انا بحب اقول ان رمضان ده رحم وبنخرج في العيد بفرحة فرحة بايه بمولود جديد المولود الجديد اللي خرج من رحم رمضان وعشان كده تلاقي رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عدقه من النار زي بالزبط من الواحد بيجمع خلقه في رحم امه سلاس اطوار المولود الجديد ده اللي بعد رمضان هو انت هو احنا الناس لما بتلبس لبس جديد في يوم العيد ولما بيهنوا بعضهم بكلمة حلوة وبسمة تحس كأن قلوبهم بتتعرض لنعمة تجديد الله لقلوبهم وحياتهم وتحس كأن قلوب الناس بيه اللي يحصل بتتغسل من اي حزن واي وجع وبتلجع قلوب حديثة عهد بربها تستقبل الحياة بقلب جديد قلبي بيشوف نعمة ربنا ويفرح بيها تعال اذكركم من صام رمضان ايمانا واحتسابا وفر الله ما تقدم من ذنب وفي رواية عادة كأيوم والدات وأم وعشان كده ايه اللي حاصل بنخرج من رمضان كأننا خلاص ولدنا من جديد ولذلك احنا نوعظ ان نعرض مع جليس مهم جدا جدا اسمه جليس ايه التجديد لان فيه ناس مننا بيصابها كآبة الخزلان والغموم والأوجاع فتتحجب قلوبها عن نعمة التجديد ان الله سبحانه وتعالى مجددش قلوبهم ولا جدد ايامهم ولا يليهم لانهم مشوفوش تودد ربنا سبحانه وتعالى ليهم في نفسهم وفي اوقاتهم في رمضان كل دي اكاذيب انت كل يوم بتتولد وانت كل يوم بتتولد فيك عالم جديد انت فيك عالم جديد كل ساحب بتولد فيك حياة جديدة متذكر ان من عقدتنا ان الله الان على ما علي كان والله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء وان الله بارق مصور فهو هتخلي نفسك الامار بالسوق تقولك انت بينك وبين الصفاء والمحبة والسعادة مسافة كبيرة انت في بداية جديدة متصدقش نفسك انت في بداية جديدة طول الوقت كل ما ييجي علينا يوم جديد نسمع صوت اليوم وهو بينادي علينا انا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني فاحنا لازم نفهم ان شهر رمضان ده الشهر التاسع واحنا اتولدنا خلاص وعشان كده فيه اربع احوال النفس الامار بالسوق بتلعب بيها عشان ما نقدرش نشوف نعمة تجديد ربنا لحياتنا اول حاجة التيقيس فمثلا لما حد فينا بيحس بالانتكاسة بعد رمضان فتخليه نفسه الامار بالسوق ييأس انه ما فيش فايدة وتخليه ييأس من الاحوال والظروف الصعبة وييأس كمان من صلاح حلاقاته مع اهله واحبابه وتصرفه عن حقيقة تدبير الله سبحانه وتعالى لامره بما يصلحه الله سبحانه وتعالى بيدبر أمرنا وبيريحنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أليس الله بكاف عبده فبلاش ان انت تستجيب لنفسك ان انت ييأس من حالك تاني حاجة تعجيز بعد ما تيأسه تعجزه تخليه مشغول بضعفه دايما وتخليه عايش في خزلان دائم وتصرفه عن حقيقة ان ربنا معاه واحنا دايما نقوله للناس عشان تخلاصوا من التعجيز ده اي واحد اقول لنفسك ان انت مش طعيف لكن اقول لنفسك انت عبد القوي انا عبد رب له قدرة يهون بها كل امر عسير فان كنت عبدا ضعيف القوى فربي على ما يشاء قدير ربي على ما يشاء قدير الحياة الثالثة اللي بتعملها عن نفس بقى التكسير اللي هي تكسلك تخليك دايما تفكر بالتمني او تخليك تكتفي بانك حياتك اللي تعيش حياة افتراضية مثلا فبقى معظمنا لما بيحس بالمال ان يفتح السوشيال ميديا عشان يشوف حاجة جديدة تجدد نفسيته بس هالحقيقي انك بتحس ان نفسيتك بتجدد في كل مرة ولا بتحس ان انت بتقعد بالساعات وما تلاقيش حاجة بالعكس هي بتكسلك على انك انت تمارس اي حاجة غير الحياة الوهمية اللي انت بتحاول تفاهمها عن نفسك ان انت بتكتسبها من السوشيال ميديا ومن اهم اشكال التكسير ان نفسينا تهمنا ان كل ما بنستهلك اكتر كل ما بنسعد اكتر كل ما بنشتري اكتر كل ما نحس ان حياتنا بتتجدد كل ما نستهلك وقتنا في السوشيال ميديا اكتر كل ما نحس بالايه بالسعادة فندمي الاستهلاك ونحس بالتعاسة السعادة يا سادة بتكون في الحركة في الانتاج في الرضا مش في كتر الاستهلاك تالت حاجة النفس بتعملها انها تطمس تطمس عينينا عن رؤية حلاوة النعمة الله سبحانه وتعالى يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني ايه احنا غريقين في النعم فالنعم بتكون بعض الناس يجعل النعم بس بتكون مالية ومع ان النعم مالية كل اركان حياتنا وهو مش شايفة ولا حاسس بالمدد اللي فيها وتلاقيه كثير الانتقاد كثير المقارنة كثير الشكوى والله سبحانه وتعالى بيجدد حياتنا في كل الاوقات المباركة وبيجدد حياتنا في كل عيد وبيجدد حياتنا في كل سنة جديدة وبيجدد حياتنا في كل يوم وبيجدد حياتنا في كل نفس بيجدد حياتنا ما طلعت الفجر بنور اليوم وبيجدد حياتنا كل أسبوع بيزهور اليوم المبارك المليء بالنعمة والبركة يوم الجمعة اللي فيه جمال الصلاة على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نتنور حياتنا وكمان بيجدد حياتنا برمضان فرمضان تجديد الحياة في السنة زي ما تجديد الحياة في الأسبوع بيبقى للجمعة وزي ما تجديد الحياة في اليوم بيكون وقت الفجر لأن كل دات أوقات البركة لما تعيش بنعمة التجديد وتعيش أن ربنا سبحانه وتعالى بيجدد حياتك طول الوقت عارف ليه بيجدد حياتك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب راك الراحة والنعمة والرضا ويعطيك بغير حساب وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تلاقي حياتك صبحة ندية فيها الندى فيها الكرم عندك أمل وفيك نشاط وفيك همة أنك ماذا؟ تحسن في عملك وتدخل على عالم إيه؟ أن الله يحب شوف اسمع؟ أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وتسعى وقلبك مليان بأن ربك سندك وهو معكم أينما كنت أليس الله بكاف عبده؟ تلقى رؤيتك لنفسك وللحياة والأحبابك بتتجدد فدر الحياة بنور الله مش بأهوام نفسك ولا بمخاوفه ولا بسوء ظنها أنا أياسي حتى بظنها سوء ظنها في الله وتبتدي حياتك وانت بتسأل نفسك فما ظنكم برب العالمين؟ لا أنا بظن ظن الحسن بظن حسن في الله سبحانه وتعالى يبقى لازم تكتب على قلبك كل يوم حياتي ليست من صنع أحد حياتي بيد الأحد الله هو الذي يصنع لك حياتك على عينه فإنك بعيوننا الله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب كتيرة تجدد علينا حياتنا زي باب الذكر تعالوا نشوف كده فالذكر والتفكر في الأذكار أعظم باب لتجديد القلوب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جددوا أيمانكم بقول لا إله إلا الله يعني داوم الزكر يعني أنت لو داومت على الزكر ربنا سبحانه وتعالى يغسل قلبك بأنوار الزكر فمن بالك بعبد بقى دخل في قوله تعالى فاذكروني أذكركم يا على الجمال يبقى لحاجة الزكر اغسل قلبك بالذكر شوف قلبك هتغسل بالذكر إزاي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا إيه ده ده حياتي بتجدده الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلي النسور أي الجمال دا كله حياتك بتجدده يبقى الذكر يجدد حياتك التأمل في الأذكار يجدد حياتك الأمر الثاني التعلم أكتر الناس اللي بيحسوا بنعمة الحياة هم الناس هم أكثر الناس حرصا على التعلم ليه طيب؟ لأن التعلم نور التعلم بيخليك ترى بنور الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله بي خيرا يفقهه فالتعلم باب كبير من أبواب التجديد في الحياة الحياة الثالثة اللي تساعدك على التجديد في الحياة المبادرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا للمبادرة بتفتح أبواب الخير فخيرهم الذي يبدأ بالسلام المبادر المبادر بتكسر العجز بتفك القيود تخرجك من عالم الخزلان إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الصلاح للأقلاقات وبأصحابك وبأولادك وبزوجتك لما تبادر بكلمة حلوة يطيب قلبك ويطيب قلب اللي أنت بتتعامل معاه لما تبادر بفكرة في نفع وإضافة عمل جديد مليان نور وبركة تحس إن الحياة كأنها كلها تولدت من جديد تحس إن قلبك بقى قلب جديد مليان بالنور والبركة بيحصل كتير قوي قوي لما تحس إن فيه هم نزاح من على قلبك تحس إنك أنت بقيت إنسان جديد تالت حاجة بعد المبادرة باب التشغيل إن أنت إنك تفكر إزاي تشغل مهاراتك ونعم ربنا عليك تستثمر نعم ربنا عليك فتغير برنامج حياتك وتغير كمان استثمارك وده جزء من قولي تعالى وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إن أنت لما تشكر النعمة تشكرها إزاي إن أنت تشغل النعمة ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تحس بالوسع لما تشغل النعمة اللي أنت فيها وما فيش إنسان أبدا محروم الله أكرم من أنه يحرم حد كل إنسان الله سبحانه وتعالى منحه من الهبات ومن المهارات بس هو محتاج أنه يسعى ويستثمر مهاراته بعد ما يكتشفه باب الخامس بقى اللي ربنا بيفتحه لنا عشان نجدد حياتنا التخلق إحنا عندنا شوية حاجات كده بنروح لربنا بالشوق فيبقى فيه تشوق وبعد كده إلي حاصل نتحقق وبعد كده نتخلق يعني إيه أنك تتخلق لازم يبقى عندك كل يوم خلق جديد زي خلق البساطة مثلا الناس اللي مهريين بسبب الذين حملوا نفسه من أطيق فاكرين حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء أن يزل نفسه وقالوا وقايف يزل المرء نفسه مستغربين على المنكر وقالوا أن يحمل نفسه من أطيق أن يحمل نفسه من الفكر من أطيق يبقى إيه اللي حاصل خليك بسيط ما تبقاش معقد زي إيه مثلا خليني بسيط ما تحكمش على حد ما تحكمش على نوايا الناس زي المسامحة زي الأخلاق كلها نوع من أنواع تفتح عليك أبوبة جديدة والسعة في حياتك لأن أخلاق مطلقة بتفتح لك باب الخير كله وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم إنما أبوعسته لأتمم مكارم الأخلاق وكان حضرت النبي إنما أبوعسته لأتمم السعادة فالأخلاق حافز فالأخلاق حافز ومش زي أي حافز ولذلك الأخلاق توجد للإنسان شغف لما لا شغف له فالأخلاق مصدر النور الإنساني والوصل الرباني حاجة عجيبة للأخلاق دي الباب الأخير مجالسة أصحاب الصفاء والفطرة السليمة وده الباب السادس إنك تجالس الأطفال وتعيش معاهم وتشوف إزاي بيتعامل مع الناس ببراءة وبجمال وبحلاوة لما تعود معهم كده تلاقي قلبك بيتجدد أو تعود مع الناس الطيبين الناس إن الناس ما بتحبش تعود معهم لإن هم في الحقيقة ما بدي لهمش حركة يعملوها كده ولا كده عشان يبقوا أصحاب حيلة ولا أصحاب فهلاوة الناس الصفيين اللي دولا بيننزل ربنا علينا البركة بسرهم هم دولا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحفظنا بيهم إنما تنصرون بضعفائكم بالناس دولا أصفياء القلب دولا ونعمل إيه بقى عشان نستقبل الحياة بعد العيد بنفحات التجديد اللي بتيجي من عند رب العبيد سبحانه وتعالى تعالوا نشوف أول حاجة احرس إن انت تتعلم كل يوم حاجة جديدة في مجالات حياتك المختلفة في مجال موهبتك في مجال شغل لك في مجال علاقاتك في مجال أحبابك دي جديد علاقتك بأهل بيتك احرس إن انت تتعلم حاجة جديدة عتلاقيها حاجات جديدة ادعوه دي يبقى عندك متغير كل أسبوع مع الثوابت في حياتك اقع تغير اقع تغير الثوابت في بنمجك اليوم اعمل كل أسبوع متغير متغيرات وليكن أسبوع مثلا تختار خلق جديد زي انك تقول كلمة حلوة لزوجتك وتفضل تقول لها كلمة حلوة طول الأسبوع زي ان ما يمرش يوم إلا وتكون أخذت أولادك في حضنك زي خلق الصبر انك تصبر مثلا لحد ما اللي قدامك يخلص كلامه وتسمعه باهتمام وبحضور ومره عن تكلم احنا عن أهمية الحضور في التواصل مع الناس ثالث حاجة كتر من ذكر الله والمناجال الله والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فما زالت حياته صلى الله عليه وسلم تتجدد ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد عليه السلام فإذا كان الله سبحانه تعالى يرد على حضرة النبي روحه لتستمر حياته بس خلي بالك هو يرد علينا السلام فترد عليه روحه فيجينا بقى بحياة وهو يرد علينا حياة مليئة وهي حديثة عاد بربها فإذا أردنا أننا نتجدد حياتنا فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى تتجدد حياتنا ونقول اللهم صلي صلاة كاملة على من جددت عليه النعم مع كل نفس من أنفاسه فصار يحيي القلوب بوصلها بك وسلم سلاما تاما على نبي ما سلم عليه أحد إلا وازدادت حياته فاللهم إني أسألك بتلك الصلاة أن تزيد حياتي نورا بأن أبقى في حضرة النبي فيدخلني عليك في حضرة أنوارك يا رب العالمين يا ساتة التجديد ما لهش آخر ورب العبيد لا يقطع التجديد لمن عاش مع الله بآداب العبيد يا رب حياة جديدة وقلب سليم وحياة جديدة وإحنا متأقنين يا رب إن حياتنا الجديدة معاك ما بتنتهيش يا ساتة إحنا معاكم وعنظل معاكم وعشان كده إحنا مع بعض بنستقبل أسئلتكم على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره إيه اللي بتفضل معانا وهذه الصفحة وتفضل جسر موصول ومفتوح عشان نفضل مع بعض على الدوام ونتلقى أسئلتكم المباركة ويفضل مجالس العلم مفتوحة ومنورة وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا من حضراتكم بيقول إيه أنا عايزة أعرف حكم الدين في زوج أهمل زوجته في كل شيء أو بتدينه إحنا ببساطة خالص هي بتسأل بتسأل إيه اللي حاصل إن الزوج أهمل زوجته أهمل زوجته يعني إيه مفيش تجديد أهمل زوجته يعني إيه وكأنها مش موجودة طيب هي بتسأل إيه حكم الدين في زوج أهمل زوجته أنا أتكلم عن حاجتين لأن الإهمال على فكرة ممكن يكون رضي فعل والإهمال كمان هو فعل يعني أنا لا أحب إن الزوج يجي يقول أنا أهملتها لإن إيه أهملتني ده حرام لإن كل واحد من الزوجين مأمور بالاهتمام بشرك حياته فين كده وعاشرهن بالمعروف وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى إحنا مأمورين كل واحد فينا مأمور إنه يعاشر شرك حياته بالمعروف إحنا مأمورين إن كل واحد فينا يحسن إلي أهل بيته ولذلك لما حد يجي يقول إن الآخر أهمله فده حرام إذا أهمله عن همد فده حرام لكن خلينا نسأل هو ليه حرام كمان حرام لإنه هو ليس من العشرة بالمعروف وإحنا مأمورين بالعشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف ما ينفعش إن أنا أهملها دي واحد حاجة الثانية أن الإهمال يؤدي إلى كبيرة إن من أعظم الإسم إيه رسول الله أن يضيع الرجل من يعول دي مش مراتك اللي بتعولها مش أنت لك القوامة عليها فأنت مسؤول عنها فإهمالك لها يعمل إيه يؤدي إلى تضيعها فده من حرام لأنه يؤدي إلى كبيرة وهي كبيرة إيه؟ إن هي الضيع فتكون عونا للشيطان وعونا لأنفسها الأمارة بالسوء عليها فلذلك إلا حاصل فده كمان حرام حاجة الثالثة إن الإهمال ده ليس من شأن الرعاة فعشان كده حرام لازم نفهم حديث رسول الله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيتي يعني إيه معنى الحديث؟ هذا يقول عنه العلماء خبر أريد به الإنشاء يعني إيه؟ يعني إيه خبر أريد به الإنشاء؟ يعني كلكم راعي يعني ارعوا رعيتكم يعني إيه؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي كلكم عليه أن يرعى ولابد أن يعرف أن رعايته لأهل بيته سيسأل عنها أمام الله بدل فيه مساءلة يبقى فيه وجوب فانت واجب عليك أن أنت ترعى أهلك فهل الإهمال من الرعاية؟ لا يبقى إذا كان الإهمال ليس من الرعاية فهو حرام يبقى كل دوات إيه اللي حاصل؟ هذا نحن مأمورون بالعشرة بالمعروف نحن مأمورين بأن نحن لا نضيع أن نحن نتجنب تضيع الأهل نحن كذلك مأمورون بإيه؟ بالرعاية التلت أدلة دولة بتقول أن الإهمال نحفظه عن إهمال أهل البيت وأعمال الزوجة أو إهمال الزوج حرام لا يجوز الإهمال لأنه ليس من الأشرة بالمعروف وليس أيضا من الحفظ على من نعول وليس أيضا من الرعاية من حسن الرعاية التي نحن مأمورون بها ولكن نحن قلنا أن الإهمال ممكن يكون فعل وممكن يكون رد فعل ولكن أنا بنصح بقى صاحبة السؤال ليه الزوج يهمل زوجته إذا كانت هي مهتمية بيه؟ يبقى إحنا لازم نراجع نفسنا بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة دايما أنا عندي فلسفة كده دايما بعلمها للناس اللي يجوا ويتعلموا عليها ويتضربوا عليها من الأزواج وإحنا فيه تدريب كمان بيكون للأزواج يعني فيه زي ما فيه تدريب المقبلين على الزواج فيه تدريب للأزواج إيه تدريب الأزواج؟ تدريب الأزواج بسيطة خالص إن زوج والزوجة لابد إن هم يتدربوا على إيه؟ يتدربوا ببساطة على الحفاظ على المودة والرحمة فأكتر حاجة تضيع المودة والرحمة الإهمال الإهمال سم يقتل الحياة الزوجية وعشان كده إيه اللي حاصل؟ السؤال حصل إهمال هذا الإهمال أنا لا أستطيع أن أفهمه في عالم خلاص إحنا خلصنا الفاتوى دلوقتي بنكلم في إيه بقى؟ في الإرشاد أنا لا أستطيع أن أنا أفهم الإهمال الزواجي بأنه حالة تأتي من طرف واحد بل هي من طرفين أنت حتى لو أنه بيهملك في كل حاجة أنت ما حطتيش نفسك على أن أنت تجبريه أنه يهتم بيك فأنت لازم تعرفي شيء مهم جدا إيه هو؟ هل أنت لم تستطيع أن تصل إلى مفتاح قلبه؟ هل أنت فكرت باعتباره زوجك وحبيبك ما الذي يسعده؟ هل سألتيه عن ده؟ وده شيء مهم جداً جداً أن أنت تسأليه عن ده؟ لأن أنت لو ما سألتهوش أنا بأسأل سؤال إذا حضرتك ما سألتهوش إزاي هتعرفي ما يسعده وإحنا عندنا أصلاً الملل يسري إلى الزواج فأنا نصحت لحضرتك لذلك الذي أهملك أن أنت تروح وتكلميه وتقول له إيه اللي يخلينا نرجع تاني رجع المياه المجريهة مرة تاني إيه اللي يخليني أحس معاك بالسعادة أنا محتاجا لك تكلمي عن نفسك دايما وليله أنا محتاجا لك أنا محتاجة أن أنا أكون معاك محتاجة أن أنت تكون جنبي ومش عارفة أعمل إيه عشان أنا عايزك تبقى جنبي فلما أتكلميه بدا أمور كتير تتغير السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوزي كان عنده بيته وباعه والفلوس جت على دفعات السنة اللي فاتت وإداهم لواحد يشغله وقال المكسب بعد سنة ولسه ما خدناش فلوس لسه المبلغ ستمائة ألف أطلع عليهم وزكاة اللي أعمل إيه إذا كان حال عليهم الحول يعني إيه اللي حاصل خدنا ستمائة ألف ودناهم للراجل عشان يتجرنا فيهم وعشان يشغلهم لنا وهم دلوقتي يبقى لهم مر عليهم سنة مر عليهم حول لأن ستمائة ألف دولار بلغوا النصاب لأن النصاب 85 جرام ده فإذا كانوا هم حال عليهم الحول وبلغوا النصاب إيه اللي حاصل يبقى يطلع عليهم زكاة حتى وهم عند الشخص ده حتى لوهم عند الشخص ده ليه؟ لأنهم في حالة استثمار ومدام في حالة استثمار وفي حالة نماء فهم في الحقيقة عليهم زكاة يطلع عليهم زكاة إمتى؟ إذا مر عليهم حول وهم خلاص بلغوا النصاب فيطلع عليهم زكاة حتى وهم في المكان اللي هم بيستثمروا فيه حتى لو كانوا هم في المكان اللي بيستثمروا فيه ليه؟ لأن المال علي زكاة الأثمان عليها زكاة بشرطين الشرط الأولاني ببلوغ النصاب والشرط الثاني أن يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ويقد بلغت النصاب فيجب إخراج الزكاة عليها إخراج الزكاة عليها بيكون إزاي؟ اتنين ونص في المية على هذا المال ليه طيب؟ لأنه لا وديعة ولا هو شهادة استثمار ده مال باستثمره مع شخص يبقى اطلع عليه الزكاة اتنين ونص في المية يعني كام؟ يعني خمسة وعشرين جنيه على كل ألف يبقى هنضرب هنضرب ايه؟ هنضرب خمسة وعشرين في المية هنضرب الاثنين ونص في المية في ستمائة ألف يطلع لنا ايه؟ يطلع لنا القدر اللي احنا بنخرجه في الزكاة طيب القدر اللي احنا بنخرجه من الزكاة دي القدر اللي هو خمسة وعشرين جنيه على كل ألف القدر دي يا سيدي بنطلعه امتى؟ بنطلعه اول ما يحول الحول الحول ده تحول بايه؟ يعني ايه حول؟ يعني سنة قمرية يعني ايه سنة قمرية؟ سنة هجرية وليست سنة ميلادية ليه؟ لأنه احنا في كل الاحكام الشرعية بتكون الاحكام الشرعية مرتبطة بالسنة الهجرية فيبقى عندنا نطلع خمسة وعشرين جنيه على ما بلغ خمسة وثمانين جرام دهب اه مع ارتفاع سعر الدهب لكن الستمائة ألف زادت على الخمسة وثمانين جرام دهب اذا بلغنا النصاب ويبقى حال علينا الحول يبقى منطلع خمسة وعشرين جنيه على كل ألف جنيه ويبقى هو دات الزكاة عليه يبقى علينا زكاة؟ اه حتى لو كان الاموال عند حد بيستثمرها؟ اه ليه؟ لأن المال دوت ملكنا والزكاة تخرج على المال الممنوك فإذا نحن علينا زكاة كل الكلام اللي بقوله ده بالتفصيل عشان في بعض الشبهات بتيجي عند بعض الناس واحد يقول له بذا المال مش في ايديك ولا المال عندك ولا المال في رصيدك بذا المال عنده واحد تاني ما ممكن يضيع ممكن يخسر لا هو المال في ملكك بس انت ذهبت لأحد اللي كي يستثمره لك ويعود عليه ريع يبقى المال دوت عليه زكاة ونكمل أسئلتكم مباركة ونلتقي بيكم عشان نتواصل معاكم ونكمل أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنفضل دايما متواصلين معاكم عليها ومازلت بكرر شكركم على تواصلكم معنا في شهر رمضان وازاي كانت اسئلتكم وازاي كانت تعليقاتكم كانت مهمة جدا 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 وشكرا لحضراتكم السؤال اللي بعد كده اللي وصلنا بيقول معلشي أنا الخط قطع وانا بسأل سؤالي أنا السائلة منال من القاهرة وما سمعتش رد الشيخ على ردي يعني على سؤالي كنت عايزة اعرف مبلغ بيع الشقة يتقسم علي أنا وإخواتي بالتساوي ولا ايه وهو أصلا عقد التمليك من البنك مشاركة مبيني وبين إخواتي أنا بنت على ثلاث أولاد هي بتقول إيه؟ بتقول إني عقد كان في البنك كتب باسمهم بالتساوي يعني البنك غير العقد وخلى باسمهم بالتساوي وما خلاش إن دوت مراس لا كتب العقد بالشراكة بينهم آه ده ملوش دعوا بالمراس ويبقى العقد دوت عبارة عن إيه؟ بأسماءهم على رؤوسهم البنك هو اللي غير العقد وخلىها بينهم بالتساوي لأن العقد ساعتها ما كانش بالمراس ما تكتبش لوارسة فلان لكن الكتب بينهم بالتساوي بدل الكتب بينهم بالتساوي يبقى تمن الشقة اللي تباعد دي أو تمن التخلص من التخصيص لأنه في الغالب ساعات كتير بتبقى تخصيص ده الفلوس اللي جاية دي تتوزع على الشركاء بحصصهم بما إن ده بقى باسمهم بالتساوي يبقى ياخدوا زي بعض لأن دوت مش مراس ده شركة في عين بدل بقى أم شركة في عين يبقى هياخدوا بالتساوي مدام ده لم يكن مراسا ولكن الشقة اتكتبت من البنك بأسماءهم بالتساوي وبالشركة وما قالتش الشركة وما قالتش البنك أن الفلوس دي أو الشقة دي هتكون على قدر حصصهم على قدر مراسهم لا ده خلتهم شركاء في هذا العقد السؤال بعد كده بيقول هل يا صح خروج زكاة المال مواد غذائية السؤال ده شكله كده بيقول بيقوله هل ينفع أن أنا خرج زكاة المال مثلا شنط رمضان آه بس إحنا دلوقتي لازم نقول أن الزكاة أصلا زكاة المال أصلا الأصل فيها أنها تخرج مال لأن كل زكاة بتخرج من جنس ما وجب فيه الزكاة يعني زكاة الزروع والسمر تخرج بإيه زروع والسمر وبعدين بنحولها عشان مصلحة الفقير وهنا كمان زكاة الأموال تخرج مال لكن فيه عندنا حاجة لأن الله سبحانه قال إنما الصداقات للفقراء والمساكين فإن اللي حاصل فالأصل إن الفقير والمسكين لما بخرج له زكاة إن هو يملك بس أهل الملك ده إنه هو ياخد الفلوس ممكن يقوم حاجة تانية مكانها يا ناس على سبيل المثال أنا واحد دلوقتي واحد عايزة يدخل المستشفى وأنا دلوقتي عارف إن الزكاة لو عدفع له الزكاة هدى له في إيده بس هو عايزة يدخل المستشفى بيموت فروح تدفعت له أجرة المستشفى الفقراء بقى يقوله وأنا لما دفعت له أجرة المستشفى هل ده ينفع من الزكاة؟ آه لأن الصحة من الحاجات وممكن يكون اللي هو فيه ده وصل إلى حد الضرورات لأنها خلاص هيهلك فلما أنا أدفع الفلوس في الضروريات بالنسبة للشخص أو في الحاجة اللي وصلت بشدتها إلى ما يقرب الضرورة أنا كده كإني ملكته الفلوس لأنه في الأقل الفلوس دي لو رحيته هيعمل إيه؟ هيعمل بيها ده هيعمل بيها الحاجة دي يبقى يبقى ده معناه إيه؟ معناه أني زكاة المال عشان السؤال أوعى 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 وإنت بتجاوب على الأسئلة ما تلاحص لغة وبيئة السؤال اللي بيسأل السؤال ده بيتكلم عن بيئة فيها حاجة اسمها شنط رمضان فيه وعى يغيب عنك ده أو حتى فيه حاجة اسمها أنه هو بيطلع مواد غذائية فتعالوا نشوف المواد الغذائية دي لو كانت المواد الغذائية دي مواد أساسية إذا كانت المواد الغذائية دي مواد أساسية يعني إيه مواد أساسية؟ محدش بيأكل من غير رز ولا لحمة ولا عيش ولا الحاجات الأساسية اللي بناكل بيها إذا كانت الأموال بقى هتتحط فيه المواد الأساسية دي آه يا جوز إنه يتحط فيها الزكاة بالعكس ده جزء كبير من المساعدة في حالتنا دي وفي أزمتنا اللي إحنا فيها دي آه يبقى ممكن يكون ده مساعدة مهمة جدا 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 آه يبقى ينفع تبقى تخرج الزكاة في مواد غذائية آه في مواد غذائية أساسية والأصل في إخراج زكاة المال إنها تخرج مالا طيب ليه أجازت إنها تخرج في مواد غذائية؟ أجازت مش قلت إن هي ده الأساس لكن أجازنا أجازنا ليه؟ لأن المواد الغذائية اللي إحنا بنقصدها هنا المواد الغذائية الأساسية اللي أكيد لما واحدة ياخد فلوس لازم يروح يشتري أكل وما لعيش إزاي طيب لما عيشتري أكل عيشتري إيه؟ عيشتري الأكل الأساسي لكن لو حطط له بقى مثلا جوز هند وزبيب وحطط له يميش وحطط له معرفش إيه وحطط له شوية حاجات من الحاجات اللي مش لازم يأكلها هو عشان يعيش لأ دي ما تنفعش دي تبقى من الصدقة عايزة حطها له في الشنطة يبقى ده من الصدقة عايزة حسسه إنه هو بيأكل زي ما أنا بأكل وحطط له حاجات زي ده عن حاجاته الأساسية لا ده من الصدقة الزيت السكر حاجات اللي أساسا لازم يكون بيأكل بيها ساعتها السم عشان ده ما يصلح الطعام الحاجات الأساسية دي لو إن أنا حطيت فيها عشان أفصل فيما أسألت المواد الغذائية يبقى إيه المواد الغذائية؟ المواد الغذائية الإيه؟ الأساسية لو غير كده لا ما ينفعش تكون فيها الزكاة وخاصة ما ينفعش تكون فيها زكاة المال السؤال بعد كده بيقول كيفية التعامل مع زميل لي في العمل دائم الإهانة لك والتقليل منك يعني دائم الإهانة لي والتقليل مني أولاً أحنا دائماً بنأسس وخاصة في البرنامج عندنا هنا إن المعاملات بتتبني على الفضل ولكن ليس معنى الفضل المهانة يعني إيه المهانة؟ يا ناسة على سبيل مثال أنا لا أسمح لأحد يسبوني ولابد أن أنا أوقف الإنسان لو كان بيسبني السب لازم أوقف الإنسان لأن السب مذموم وترك الناس أن هي تسبوني ده نوع من أنواع الأعمال المذمومة شرعاً لأنه دوت وكأني وعينه على الإثم والعدوان فنعم نعمل أنه يسبوني لا ده هو بيعمل إيه؟ بيعمل حركات وبيعمل أسليب تخليني أتنرفز أو أتعصب أو يمكر بي وإحنا عندنا في الشغل الحقيقة اسمها الزنب ده إثم أنا أعمل إيه؟ أتجنب ده لكن لا أفتح أبواب السراع على نفسي لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا خاطب وهباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يهون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يبقى إيه اللي حاصل يبقى المسألة ببساطة أنا لن أقابل أذاه بصراع هل لإني أنا بحاول بقدر إمكان أقبل الإهانة لا أقبل الإهانة ولا أدخل في الصراع هو ده ليه؟ العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عصى الله فينا أن نطيع الله في من عصى الله فينا منين؟ من قوله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي محمد يبقى ما تعملش كده يبقى ما تدخلش في عداوة يبقى ما تدخلش في عداوة ولا تقبل الإهانة لكن فجرة التقليل منك أنا أحسس أنها فيها سنة سنة إيه؟ سنة حساسية فخلي بالك راجع نفسك لأن أنت ممكن تكون حساس ممكن بتعمل الكلام ده من قبيل الحساسية أنه هو بيقلل منك وممكن يكون هو بيمارس عمله بشكل طبيعي وإنت اللي بتحس أنه لما بيأخد وبيتكلم عن عمله أو بيتكلم عنك أو بيكلم عن تقييم عملك أنه هو أصد يقلل منك وإنت محتاجة تراجع نفسك شوية فعشان كده بقولك إيه؟ ممكن ما يكونش الكلام زي ما أنت بتقول كده السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل زكاة المال عندما يحول عليها الحول يجب إخرجها كلها لأني بأخرجها خلال العام كله كمرتب شعري لبعض الناس وهناك رأي سمعت أني لازم أخرجها كلها في معادها وإذا أخرجتها خلال العام تكون من المستحقة عليها في العام القادم هل الكلام ده صحيح؟ بس يا سيدي الكلام الصحيح أن أنت لما تجب عليك الزكاء تخرج الزكاء بعيد عن مالك لأن زكاة المال دي ليست زكاة المال دي عندما تبلغ المال النصاب ويتجب عليك الزكاء مقدر الزكاء ده ما بقاش من مالك فلازم تخرجه بعيد عن مالك ثم بعد ذلك بعد ما تخرجه بعيد عن مالك أسمو يا سيدي على شكل رواتب شهرية ليس هناك إشكال أن أنت تخرجه في شكل رواتب شهرية لكن هي المسألة كلها أن أنت لو أخرجته في شكل رواتب شهرية هيكون ده بعد ما تبعد هذا المال من مالك لأنه خلاص استحق لهؤلاء الفقراء ومسألة إخراج المال على مدى سنة ده لمصلحة الفقير وليس لمصلحة كأنت لما تجب عليك الزكاة تخرجها وتقصتها في شكل أقصاد لأنه ده نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الحرص على مصلحة الفقير يبقى إن لنت بتعمله ده تقصية الزكاة لمصلحة الفقير ليس لمصلحة كأنت فتخرج الزكاة وتخرج الزكاة دي وتفصلها عن مالك عشان ده حق الله الذي جعله حقا للعباد ليقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين خلاص وما بقيت للمال ده وتكاينه ملكهم فأنت لازم إلا يحصل لازم ببساطة أن أنت تخرج هذا المال ثم تقصته لماذا؟ تقصته لمصلحة الفقير يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن جليس مهمة أوي هذا الجليس المهم في حياتنا جليس ساعد بنخفل عنه ولما نخفل عنه أنا آسف بعد الطاعات وبعض الأعياد وبعض الفرح لما نخفل عنه يحصل لنا انتكاس و ماذا؟ جليس التجديد لازم نجدد في حياتنا حتى نجدد في حياتنا مع ربنا نجدد في عبادتنا نجدد في تعلمنا نجدد في نظرنا للحياة نجدد في كل شيء حوالينا لأن الله سبحانه وتعالى مع كل صباح جديد يجدد لنا بالعكس أنه كل نفس الله سبحانه وتعالى بيجدد لنا حياتنا أنا أقول لك إن رب العبيد سبحانه وتعالى كريم فلا يبقي شيئا إلا ويهبه لعباده لا يرى ذلك إلا من عاشه على أن السيدة دائما يفتح خزائنه للعبيد لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يجعل العبيد دائما في خير مديد يا رب اجعلنا دائما من أهل التجديد لنرى مددك ونرى كرمك ونرى ودك على الدوام اجعل أعيننا ترى شكرا يا أمتك بأن نجدد حياتنا وأن نوسع نظرنا لنعيش في حضرتك يا واسع يا كريم يا رب العالمين أكرمنا بتجديد يجدد قلوبنا لنأتيك على الدوام بقلب سليم يا ربنا يا كريم يا رحيم